أنه استقالة حكومة سيد عادل عبد المهدي هي نتاج حراق تشريم لكن مجيء حكومة السيد الكاظمي هي نتاج للقوة السياسية ولو افترضنا أنه أتى لنتيجة التغيير أو أتى بأثر التغيير لكن لم يقدم نتيجة مخالفة تماما لما تريده القوة السياسية وما أرادته وتتغابق تماما مع ما أرادته قوة تشرين وحراك تشرين ومطالب تشرين وعلى هذا الأساس أما إذا كان هو يسوق نفسه بهذا العنوان أو فريق المقرب أو حتى وزرائه فأعتقد أنها محاولة ومراوغة ومغالطة يراد منها تارة خصوم الكاظمي يريدون أن يثبتوا لتشرين بأن خياراتكم سيئة وفاشلة يريدون أن يورطوا تشرين بطريقة أو بأخرى وهم نجحوا بصراحة التوريط تشرين مو بس تشرين حتى العناوين المستقلة حتى العناوين الليبرالية حتى العناوين اللي من خارج المظلومة تورطت تماما بنموذج شنو اللي يخلىها تتورط أو ليش تفترضها النتائج ما هي يعني ما هي خلينا سميها أخطاء الستراتيجية اللي ارتكبتها هاي الحكومة حتى نقول أنه هو عملية توريط ليش تحاكمهم على نتائج لم تأتي بعد لا لا الخطأ الستراتيجي واضح وصريح عندما لم لحد هذه اللحظة السيد الكاظمي وكل هذه الحكومة لم تراهن على أنها امتداد للجمهور وتكسب رضا الجمهور وتتفاعل مع الجمهور وإنما كل غاياتها تتفاعل وتطابق وخطواتها وعملها مع رغبة القوى السياسية والزعماء السياسيين اشتركوا في القناة